إما متابعة من نفس السائل أو سائل آخر يقول ما حكم شراء الذهب للإدخار وانتظار تدفع سعره في الأسواق ثم بيعه بعد ذلك بسعر أحدى الذهب سلعة من السلع تباع وتشترى ويستثمر فيها كما يستثمر في سعر السلع بحالات الصاغة والذهب ما فيه إشكال فقط اشترات التقابط النقدان الذهب والفضة وما حل محلهما من أنواع النقود المعاصرة يشتاط في التعامل فيهما التقابط الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير مثلا بمثل يدن بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيد انفعش تروح تشتري شبكة لبنتك أو لابنك عشر تقابط تقول له هذه خمسة هم والخمسة التنين بعدين بعدين لتنفع في أي سلعة إلا في الذهب والفضة عند جماهير أهل العلم فالذهب والفضة سلع لا تباعاني نسيئة قط فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيد فلا حاجة رعاك الله فيما ذكرت بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر